سنكفي توقعات عن أوكرانيا وروسيا سيتم الكشف عن أسلحة متطورة جدا داخل أوكرانيا وظهور هذه الأسلحة سيؤدي إلى حصول عملية عسكرية واسعة وخطيرة مما يجعل أوكرانيا أمام أزمة كهرباء حادة وغير مصبوقة وسنرى دخول بولندا ومولدوفا إلى قلب الحدث أو الأحداث القادمة على ساحة الحرب الأوكرانية ومنشهد لجوء مئات الألاف الأوكرانيين إلى عدة دول أوروبية وعربية وخاصة دول عربية التي أراها ستقف وتساعد هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين للأوكران العنصر الإسرائيلي سنراه حاضرا بأعداد بشرية كبيرة بقلب أوكرانيا وبشكل لافت وبارز جدا والمرحلة القادمة مع الحرب الأوكرانية تشهد بناء مجمعات أو مراقز خاصة من أجل احتواء وإسكان الأعداد البشرية الآتية هلأ كيف وليه؟ ما بعرف وإمثا؟ ما بعرف من دولة إسرائيل خلال المراحل القادمة حرب بعض الدول الأوروبية مع روسيا أراها آتية لا محالة وهنا أرى الصين تدخل على الخط في المواجهة وكوريا الشمالية تهدد وتنفذ وأمريكا تستعد وتتدخل والمنتصر هو الحلف العربي الروسي وسائل جديدة وخطيرة تدخل على خطوط الحرب والمواجهة بين روسيا وأوكرانيا والعاصمة كيف ستكون أمامها أخطر تهديد منذ بداية هذه الحرب وبتشهد عمليات تفجير غير مصبوعة بتهدد قلب أوكرانيا وتصل وتهدد عمق المناطق الروسية والعاصمة موسكو في قلب هذا الحدث المؤسف مئات ألاف من الصينيين مئات ألاف من الصينيين نشوفها بمظاهرات حاشدة برفاء أعمال شغب وفوضى وحرق وتكسير وستبدو الشوارع والمدن الصينية كأنها ساحة حرب وذلك بسبب حدث مؤسف وكبير وأرى الصين أمامها أزمة صحية جديدة وخطيرة وواثعة وذلك بسبب تفشي سلالة جديدة من كورونا وغير كورونا وربما أخطر خطوات الصين وتايوان تصبح قريبة جدا نحو المواجهة والحرب وأرى أن هذه الحرب آتية لمحالة وتؤدي إلى سقوط ألاف الضحايا والأبرياء ما بين الصين وتايوان هلأ قام توقيف يعني هالسنتين اللي جيد إذا مش مارف إذا المادة القريبة أو المادة البعيد بس أنه في هيدا اللي راح ما فيه مواجهة بين الصين وتايوان حنشوفها حنشوفها إن كان 23 24 25 حنشوفها لا لا نحن نروح لتوقعات دولية دولية موجة سقيعة راح تضرب أغلب دول العالم بتؤدي إلى بروز نقص حاد بالكهرباء والمحروقات خلال فصل الشتاء القاسي مما سيسبب إلى تجهيل عدد كبير ومن الوفيات بين الناس بسبب البرد والتجمد والسقيع التي ستضرب أغلب هذه الدول وإغلاق المطارات سنراها بأمريكا وأوروبا وبعدد دول من وراء السقيع حتى يمكن توصل لدولة عربية نشوف المطارات الطيارات بتوقف بسبب الحالات الأمطار أو السقيع النسبة عن اكتشاف خطير يفضح حقا الإنفلوانزا على مواقع التواصل وعلى الإعلام وسوف تشتعل هذه المواقع عند ظهور هذه الفضيحة إلى العلان مفاجأة محزنة ستهز العالم في شهر أيلول وبعض الدول تتأهب لمواقبة هذه الكارثة وبكل الوسائل خلينا نكفي ليلة الدول لنوصل لفلسطين نعم نوصل للدول نعم اللي عندك فلسطين فلسطين نعم هيك مش تشنين كنا نتأخر كمان عن بعض الدول يلا سنرى وفد فلسطيني بارز في قلب قطر وبسبب أحداث قادمة ومهمة ومن خلال هذه الزيارة نسمع مرة جديدة فلسطين تشكر قطر وحتى السعودية تشكر السعودية وستكون مصر حاضرة في أجواء هذا الحدث المهم خلال هذا العام المشهد الفلسطيني المرحلة القادمة بيحمل معه مصالحات فلسطينية فلسطينية بتساعد على توحيد الصف الفلسطيني وولادة عهد جديد بعيدا عن الخسام أو الانكسام الداخلي بين أكثر أطراف الفلسطينية البارزة والفاعلة بداية إعمار وإنماء مدينة غزة أراها ستبدأ قريبا وبشكل لافت وكبير من فلسطين ديرا رح نروح لليمن ونرجع لإيران اليمن عنوان السلام والأمل ينطلق من ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمين وستكون اليمن أمام المراحل الأخيرة من النزاع العسكري والمعاناة وأراها تتجه الوصول إلى بداية تسوية شاملة لإنهاء الحرب من خلال تفاهم سعودي إيراني يجمع كل الأطراف اليمنية ويساعد على ولادة حكومة يمنية واحدة واحدة تحضى بدعم كل العشائر والقبائل والأطراف في اليمن ومن هنا سنرى طاولة حوار تجمع كافة الكيادات والأطراف اليمنية وتضع اليمن على أول طريق الاستقرار والتغيير ساحة اليمن تشهد دور كبير لنجل الرئيس السابق علي عبدالله الصالح وهذا الدور بيصب في مصلحة اليمن وبكوده إلى مرحلة السلام القادمة وسنرى شخصيات يمنية وعربية تواكب هذا الحدث والتغيير وتؤدي إلى وقف الحرب والقتال والانتكال إلى مرحلة الإعمار إيران الأحداث والاحتجاجات التي تشهد إيران اليوم أراها تتواصل وتصاعد بـ 23 والأمور في بعض المناطق تصبع عنيفة وخارج السيطرة وتؤدي إلى حصول بعض التغييرات السياسية والعسكرية في الوجوه والمناصب ولكنني أرى أن الحلول القادمة وعودة الهدوء إلى الشارع الإيراني بتشكل أكبر المفاجئات على الساحة الإيرانية خلال المرحلة القادمة والتغيير أرى روسيا في قلب الأحداث الإيرانية والرئيس بوتين سيشكل وسيط قوي وفاعل إنهاء الأزمة الإيرانية داخليا وخارجيا والملف النووي سيكون حاضرا بكوة من خلال هذه الوسطات والتفاهمات القادمة أو التسوية الشاملة كما سيسام الرئيس الروسي بوتين مع الكيادة الإيرانية في تعجيل المصالحات الإيرانية مع جيرانا ودول الخليج بدور كبير وبارز بتلعب الصين مع روسيا وذلك بالتقارب الإيراني الخليجي مع المصالحة وما بين روسيا والصين وقطر سنرى وفد إيراني في قلب الخليج بوجهات النظر رح يصير نعم ومنرى وفد إيراني بقلب الخليج الأردن الأردن وهم طبعا بنجع من حي الملك عبدالله والملك إيرانيا بحلقتنا لليوم أكيد وكل ما يقال عن لسان ليلة عبداللطيف باطل بس كل شي بتسمعوه بصوت وصورة ليلة عبداللطيف بيكون هو مزوط وعبر الخناة الرسمية الخاصة على يوتيوب تشانل أنا دايما بزور الأردن وراح زور الأردن من كيب اللي توقعوا هالتوقعات عفوا عن لسان الكيزبة عن الملك وعن الملك إيرانيا غريب كيف إيجاب التوقيت لزيارتي للأردن فبقل لهم أنا بتحديكم وحروح على الأردن وشوف الشعب الأردني وزور الأردن المملكة الأردنية الهاشمية ستكون أمامها مرحلة صعبة وخطر داهم وخيارات أصعب وذلك من خلال كشف عن خلايا متصوصة بين الناس بتحاول قيام بأعمال فوضى وشغب بهدف زعزعة الاستقرار بالأردن وجر البلاد إلى نحو المجهول وسنرى صدامات متعددة مع قوة الأمن الأردنية التي ستنجح وتتمكن من إفشال هذا المخطط واعتقال عدد كبير من هذه الخلايا المتصوصة إنجاز كبير للمخابرات الأردنية يطال قائد جماعات مسلحة داخل الأردن واعتقاله واعترافات مثيرة وخطيرة بيتحرك من خلال الجيش والأمن لإفشال أكبر عملية أمنية كانت تستهدف الأردن وذلك أقول إن الأياد السوداء لن تنال من الأردن ولا من الكيادة الأردنية ولا من شعب الأردن ولا من المملكة الأردنية الملك الأردني عبد الله حفظه الله سيكون بإصدار مرسيم وقرارات حازمة بتصب في مصلحة إعادة الاستقرار والأمان مع تحقيق المطالب الحياتية والاجتماعية لجميع فئات شعب الأردن الشقيق ولن يسمح ملك الأردن بأخذ هذه الدولة أو هذا الشعب إلى المجهور وفي عفو عن بعض المساجين منها الدوين الملكي الأردني ليلة نروح لتوقعات دولية أو لبنان كوريا بتكون الحدث والشعب الكوري بشكل هذا الحدث وذلك خلال انطلاق عملية تمرد لأول مرة من شوفها بكوريا شعبية عارمة تملأ وتعم صاحات وشوارع كوريا بالمظاهرات والاحتجاجات كما أرى نوع من الخطر أو التهديد يحوم حول الرئيس الكوري مما قد يؤدي إلى حصول أحداث أو حدث مؤسف وخطير أفغانستان ليلى أفغانستان الحرب والفوضى والانفجارات ستدق أبواب أفغانستان من جديد وبيشعل الشارع الأفغاني بشكل لافت وخطير وحرك الطلبين في قلب هذا الحدث وأرى الرئيس الأفغاني في دائرة التهديد والخطر خلال المرحلة القادمة وسنراه خارج السلطة وبعيدة عن الحكم في أفغانستان طبعا من أهم الدول العالم هنا في الدول فرنسا أمريكا وبريطانيا تتوقعات معي تلال عبد الله بدك نقول توقع عن لبنان خد أمنية جديدة بالطال منطقة الأشرفية تؤدي إلى أحداث مؤسفة والجيش اللبناني بيكون حاضر وجاهزا وبكل الوسائل للسيطرة على هذه الأحداث وعدم انتقالها إلى مناطق أخرى أو منطقة لبنانية تانية والله هو الحامل القضاء اللبناني بيتحركوا على أبواب قصر العدل ستفتح والمحاكمات آتية لا محالة وأكثر من شخصية لبنانية بيطالها يد القضاء وحكم الشعب اللي هني عم نحكي نحن من السياسيين أو غير سياسيين كمان عن لبنان سوف يترقى الجيش اللبناني خلال هذا العام عدة مساعدات مادية وعسكرية فاعلة ومن عدة دول عربية وغربية والجيش اللبناني بحق أدوار ومهمات بارزة بيكون الأقوى على الأرض والمؤسسة العسكرية تستعيد دورها الرائد والقوى وعلى أكثر من مهمة قادمة ولأن مهمة الجيش اللبناني هي صيانة الأرض وحماية الشعب سنرى هذا الجيش البطل يتدخل على الأرض بأحداث بارزة كمان عن لبنان ويسيطر بشكل فاعل بعد كميلة الجيش ويسيطر بشكل فاعل على الأحداث القادمة ويمنع حدوث فتنة ومؤامرة كبيرة بين الناس كما أرى أن المساعدات المادية والعسكرية بالطالق هو الأمن الداخلي وأمن العام وأمن الدولة وعلى جميع الأصعدة ومن غالبية الدول تتلقى هذا الدعم الأنظار الاتحاد الأوروبي بيواجه مرحلة انهيار غير مسبوعة رجا بسبب التطورات القادمة والخطر الكبير يهدد عملة اليورو خلال المرحلة القادمة وأرى أيضا أن هذا الخطر لن يكون بعيدا عن الدور الأمريكي في الأسواء العالمية وذلك بسبب الأحداث المهمة القادمة حول العالم خلال المرحلة القادمة كمانت وقعات دولية ليلا؟ ستتجل أنظار في العالم ومع وسائل الإعلام إلى حلف الناتو بسبب تطورات بارزة وهنا أرى أن حلف الناتو مهدد بالانكسام ولن يدوم طويلا وهنا المفاجأة الكبرى بالعالم الأنظار والإعلام على بولندا التي بتواجه أحداث مؤسبة بسبب الحرب على أوكرانيا التي ستكون في قلب الحدث كمان دولة انفجار بهز أحد المقاهي الأوروبية وبيصفر عن سقوط عدد الضحايا والجرحة الأبرياء مع الأسف الشديد وذلك خلال 23 الجالية العربية ما بين أمريكا وأوروبا أراها بتواجه التهديد والخطر وسنرى أعداد كبيرة من هذه الجالية يستعدون العودة إلى بلادهم نحن نرجع ليلة لتوقعات الدول وكنت ذكرت قبل شوي من الدول الكبيرة بالعالم فرنسا أمريكا وبريطانيا رح نتوقع على ثلاث دول فرنسا بالـ 2023 بتكون تحت رحمة المظاهرات والاحتجاجات والغضب رجع والشغب وسنارى رئيس ماكرون خاطب الشعب الفرنسي بشكل مباشر كما راه يتفقد بعد مدن وشوارع باريس التي تعرضت لأعمال العنف والتكسير والاعتداء والسرقات وسنشهى التعاطف كبير مع رئيس ماكرون من فئات الشعب الفرنسي لهذا الحدث القوات البحرية الفرنسية منشوفها بعملية إنكاز كبيرة بالبحر الأبيض المتوسط ومنشوف ماكرون بيزور بيقوم بعدة جولات عربية من أجل المساعدة والحلول ولا استبعد أن تكون سوريا بين هذه الدول التي سيزورها ماكرون قريب أمريكا ستتجه الأنزار ومعها الإعلام إلى مدينة نيويورك الأمريكية ولحدث مؤسف وولاية كارفونيا بتكون في قلب الحدث وأراها تواجه كارثة طبيعية خطيرة خبر عاجل بيجعل الأنزار تتجه إلى مدينة ديزنيلان في أحد الدول العالم وشاشات الإعلام تنقل الحدث قلب ديزنيلان حدث مأسر هلأ شو الحدث ما بعرف زنار من النار بلف بعض الولايات والمدن بأمريكا وبشكل كبير من حيث قوة الاشتعال واللهب لهذه النيران وللأسف بتكون الخسائر فادحة وجسيمة بشرية وماديا وفات ورحيل رئيس أمريكي في الثلاثة وعشرين وبشكل مفاجئ ثلاثة وعشرين أربع وعشرين الله والعليم بس أنه الوقت دايما بنقول بإيد الله ستكون بعض ولايات أمريكا أمام جائحة جديدة وقاسية من فيروس يخزوا معظم هذه الولايات في أمريكا ومنشهد إجراءات سريعة وفورة لكاحات جديدة وفاعلة ولكن ستكون أكثر من ولاية أمريكية مغلقة أو معزولة رجا عن الولايات الأخرى من جديد والعالم الدراسي بأمريكا بيكون على المحق وحالة منها الفوضى والبلبلة تشتاح الشارع الأمريكي بسبب هذا الوباء الأنظار والإعلام بيتجهان إلى الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب بسبب حادث مؤسف والرئيس الأمريكي بايدن بيشغل وسائل الإعلام لفترة بسبب غيابه المفاجئ عن الواجهة في أمريكا والعلم عند الله ليه وكيف يريب ما أعرف بريطانيا ليلى أنا أكيد معا بتوسع معك بأصص كيف وليل أنه الأكيد داب بعلم الله عن الأصص واحد اللي كتبتها هي حسنا أغلب فئات الشعب البريطاني بيقوم بشراء وتخزين مواد الغذائية وبكسرة وكأنها قادمة إلى حالة حرب مما سيؤدي إلى فقدان معظم مواد والأصناف الغذائية من الأسواق البريطانية وبتشمل هذه الأزمة في بريطانيا أزمة محروقات ووقود قاسية وذلك بالمرحلة القادمة من هذا العام ستكون بريطانيا أمام مشهد من الإكفال العام والتام بسبب جائحة جديدة لفيروس جديد يشتاح بريطانيا والشعب في غضب المظاهرات والاحتجاج تعود إلى شوارع بريطانيا من جديد وبالشكل الكبير لم نراه من قبل ومدن بريطانيا تحت الأنظار والإعلان كمان لأسباب مؤسفة والأنظار تتجه إلى الحكومة البريطانية لحدث مهم كندا شخصية كندية معروفة وبارزة تصبح حديث الإعلام بسبب فضيحة تحرش بالأطفال والقاصرين والرأي العام الكندي يحتز ويثير ضجة إعلامية واسعة مع صدور حكم بالسجن مدى الحياة على هذه الشخصية من 2023 إلى 2025 تشهد سوف تستقبل كندا أكثر من مليون ونصف مهاجر ومن عدة جنسيات مختلفة بدون لا أنه بيحكي اللغة ولا أنه شو عنده الشديد ما في شرود ما في شرود دون قيود الهجرة الكندية مفتوحة السلطات الكندية بتنجع في اكتشاف مافيا لسركة وتحريب السيارات ما بين أمريكا وكندا واسماء كبيرة بتسقط وبطالة الاتهمات بلكوف وراء هذه المافيا اغتيال شخصية سياسية بكندا يهز الأوساط السياسية بكندا وبين الناس نعم يا بتموت انتحار أو اغتيال نعم عنوان الحدث بنا نحكي هلأ عن السويد نعم في السويد نعم عن السويد إسبانيا ألمانيا وإيطاليا السويد عنوان الحدث هو وحش السويد وهذا الاسم سوف نسمعه يتكرر كثيرا خلال المرحلة القادمة وبيكون لقب وحش السويد مرتبط بقضية خطف الأطفال أو اختفاء بعض الأشخاص بهدف المتاجر متاجرة بهم عن طريق شبكة إجرامية واسعة تطال السويد وغير السويد وهي تتاجر بالأطفال والبشر وبالأعداء البشرية بشكل لم نراه أو نسمع عنه من قبل وأرى أن وسائل الإعلام السويدية والعالمية سوف تكتشف تفاصيل خطيرة ومصيرة عن شخصية وحش السويد بعد أن يتم القبض عليه في أحد الدول وسنراه تحت الحراسة المشددة وهو مكبل يدين وفي طريقه إلى المحاكمة مدينة ستوك هولم بتكون حديث الناس والإعلام بسبب حدوث موجة حرائق غير مصبوعة أو بسبب حدث مؤسف صرخت المقيمين الأجانب بالسويد للمرة الثانية والثالثة وخاصة من الطواقف الإسلامية سترتفع وتنطفد وتؤدي إلى احتجاجات في الشارع السويدي بسبب قضية انتزاع الأطفال من أهليهم ومن أحضان أمهاتهم ووضعهم تحت رعاية عائلات أخرى وغريبة بالرغم من رفض أهالي الأطفال لهذه الإجراءات القاسية التي تؤدي إلى تفريق العائلات عن بعضهم البعض بالقوة ستكشف السويد عن قضية تجسس خطيرة وبعد القبض على هؤلاء الجواسيس خلال العام 2023 مما سيؤدي إلى حصول أزمة دبلوماسية خطيرة بين السويد وبين هذه الدولة الأوروبية التي ينتمي إليها هؤلاء الجواسيس سباين اسبانيا عنا بعد اسبانيا ألمانيا وإيطاليا اسبانيا تحت رحمة الطبيعة والفيادانات والمياه تغمر عدة مناطق وشوارع اسبانيا وبتكون الأنظر على العاصمة مدريد والإعلام بينقل الخبر والمشهد من مطار برشلونة ولحدث مؤسف يعني منشوف مطار برشلونة بحدث مؤسف وقد يطال هذا الحدث قطاع المترو في اسبانيا من جراء كارثة طبيعية بعد غابات اسبانيا تشتعل فيها النيران وتسبب حرائق كبيرة واللهب يطال الشوارع والبيوت والليستر الأوساط الرياضية في اسبانيا قادمة نحو دجة إعلامية واسعة خلال هذا العام بسبب فضيحة تطال أحد الأندية الإسبانية المشهورة ألمانيا أعطيك العافي ليلة العافيك الأنظار والإعلام على ألمانيا بسبب حصول بعض الأحداث المتسارعة مما سيجعل ألمانيا في حالة تأهب واستعداد داخليا وخارجيا وكأن الحرب أصبحت على الأبواب الألمانية ألمانيا تشدد في إجراءات منع لجوء المزيد من المهاجرين إلى أراضيها وبشكل صادم وحازم خلال الأشهر القادمة ستقع أحداث مؤسفة في عدة شوارع وناطق في ألمانيا بسبب موجة احتجاجات عارمة يرافقها مشاهد غضب وإطلاق نار وكأنها ساحة حرب أو حرب شوارع تؤدي إلى خسائر وفوضى كبيرة ستقوم ألمانيا بإنشاء مركز كبير يضم أعداد كثيرة من اللاجئين أو النازحين الأجانب المتواجهين بشكل قانوني على أراضيها وخاصة من السوريين أخويننا السوريين وستكون شروط الإقامة في هذا المركز صعبة ومدروسة وذلك بهدف ضمان الاستقرار ومنع الكيام بأي عمل مخالف القانون من خلال هذا المركز الخاص بالليجئين بإلمانيا آخر دولي معنا هي إيطاليا قبل من ننجح نروح لتوقعات لبنان وتوقعات دولية تشهد إيطاليا احتجاجات وفوضى وأعمال شغب يؤدي إلى حصول حدث مؤسف في أخطر شوارع إيطاليا المعروفة وسنرى مشاهد انتشار مسلح للعصابات في هذه الشوارع بشكل عنيف وخطير انهيار مدمر يطال بعد الشوارع الإيطالية ويؤدي إلى خسائر فادحة وحوادث مؤسفة الأنظار في إيطاليا ستكون على باب الفاتيكان وعلى الفاتيكان ولحدث صحي مفاجئ خدى وبلبلة وفوضى على أبواب الفاتيكان والإعلام ينقل الحدث وشرطة الفاتيكان تتدخل وتطوق المكان تطوق المكان يمكنها شيء أمن نعم صحيح نحن رحل لبنان ليلى آخر توقع أو توقعات دولية سيتم الإعلان عن إفلاس بعض المصارف حول العالم مما سيصير دجة شعبية وإعلامية واسعة تؤدي إلى حالات عارمة من الغضب الأنظار والإعلان وحديث الناس بالطال مواقع تويتر ولحدث بارز ومهم بريطانيا بتكون مجددا أمام خيار العودة إلى الانضمام والعودة إلى الاتحاد الأوروبي التواجد والحضور على هذا العشاء سيكون خطير لأنه سيكون العشاء الأخير والكارثة ستظهر إلى العلن وتبدأ بالظهور أمام العالم والإعلان بشكل صادم وكبير عشاء سياسة خطير بيكون الأخير بيكون الأخير لكل اللي عم يتعشوا يعني إذا طلب مني إذا طلب مني أن بلغ مين هايزة الدولة ومين هالشخصيات ممكن أعملها بس بتكون سرية للغاية مش على الإعلان بداية صراع على الغذاء والماء سيغزو دول أوروبا وإفريقيا من جراء شح الطعام والمياه في هذه الدولة إذا طلب منك أنك تقولي وين هايزة العشاء ومئية دولة ممكن أنك تقولي بس مش على الإعلام بس ممكن أنك توصلي هايزة المعلومات وبيتفادوها نعم نعم وأنا مسؤولي عنك سيتفقد الأوساط الفنية خلال هذا العام وجوه وشخصيات فنية من لبنان وغير لبنان ومن هؤلاء الفنانين أسماء كبيرة ومشهورة ومحبوبة جدا على الصعيدين اللبناني والعربي وكان لها حضور مميز وجمهور كبير على الساحتين العربية واللبنانية والخليجية المدارس الرسمية في لبنان مهددة بالإكفال والجامعة اللبنانية في قلب الحدث وصرخت طلاب تهز الشارع شخصية عسكرية لبنانية سابقة كان لها دور وحضور قوي وفاعل على الساحة اللبنانية أراها في ذمة الله وبسبب حدث مؤسف لبنان مثل ما توقعت بالصابق وصول سعر الدولار على عتبة الخمسين وهذا ما حصل منذ أيام يعني في كتير من سنتين ثلاثة وأنا كنت أولى على الجديد أنه دولار بده يقفز ثلاثين ثم الأربعين ووصل لعتبة الخمسين حتى بحلقاتك عبر يوتيوب نعم وبيقفز فوق سعر الخمسين وما فوق الخمسين وعتبة سقف الدولار قطة خطة السبعين وما فوق السبعين على نعم وما فوق رئيس مجلس إدارة السوق الحرة في مطار رفيق الحرية الدولية سيد محمد زيدان بيكون محط الأنظار وحديث الإعلام من جديد بسبب قيامه بخطة كاملة وشاملة بتساعد على إنعاش السوق الحرة وتؤدي إلى أحداث تغيير كبيرة في الوجوه وفي الأصوات يجب القادمين ويقضي المغادرين نعم ومبروك من أول سلف للسيد محمد زيدان على الإنجازات القادمة للمطار للسوق الحرة اللي بتحقق من خلال المرحلة القادمة يعني من شوفها سوق حرة بتصير على مستوى قطار دبي على مستوى عالمي نعم دولة عدد بين المطارات والمرافق الدولية رجاء في العالم أراها تتعرض للقصف أو الهجوم وسنسمع عن إصابة مطار عسكري مهم وبشكل مفاجئ وخطير مما يؤدي إلى إكفال هذه المطارات أو المرافق الدولية لفترة دولة العالم سيتعرض خلال مرحلة القادمة إلى سلالة جديدة وخطيرة من وباء الجدري وأعراض الجدري الجديد تبدأ بظهور حبيت أو حبوب الجدري على الجسم وهي مليئة بالماء مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة عند الشخص المصاب وقد نرى بعض هذه الأعراض بـ 23 لبنان لبنان العام القادم سيفاجئ السجناء وبالصدور كرار بالعفو عن بعض هؤلاء السجناء ومن عدة سجون لبنانية وهذا العفو بطال أعداد كبيرة وخاصة المسجونين بكضايا مالية وشكات مصرفية وبشمل أيضا أصحاب الجنح الخفيفة بالإضافة إلى الإفراج عن بعض الإسلاميين الموجودين داخل السجون اللبنانية لبنان الأزمة الاقتصادية الخانكة تفتح الأبواب على موجة من عمليات الخطف بهدف طلب فدية وعلى أعمال تشليح وسرقات وبعد الطرقات رجاء بتكون مسرحا أو هدفا لهذه العمليات وبتشكل الخطر فانتبهوا جيدا وقال الله يحمل جميع داخل لبنان وعلى طرقات لبنان بإذن الله قولوا أمين لبنان أرى بـ 23 تنسيق سعودي قطر يتعلق بالملف اللبناني وخاصة الملف الاقتصادي مما يؤدي إلى انطلاق العجلة الاقتصادية وذلك من خلال مشاريع استثمارية قادمة من السعودية وقطر إلى لبنان خلال مرحلة القادمة أرى المزيد من التنسيق والتقارب والتفاهم بين الفرنسي السعودي بتجاه الحلحلة والانفراج في لبنان ونرى مثلس فاعل يجمع فرنسا وسعودية وقطر لتعجيل حلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان ولذلك أرى أن معاملية استخراج الغاز والنفط لن ترى النور إلا من خلال جهود والأياد القطرية والسعودية والإماراتية والفرنسية وكلمة الشكر أراها تتكرر وتشمل السعودية وقطر والإمارات وفرنسا لبنان سيناريو المعاناة الاقتصادية الاجتماعية في لبنان وخاصة على السعيد المصارف هذه المعاناة سنراها بتتكرر وتفرض نفسها على عدة دول أخرى بهدف افتعال أزمة مالية وتفكير الشعوب وبشكل متعمد ومقصود يعني اللي عم بيصير عنا بلبنان بالبنوك رح نشوفه برا ورح نشوف العالم وقفي بالدور لتسحب الساحة اللبنانية بتكون أمام بوادر مؤامرة بواسطة عناصر تخريبية متصوصة بتحاول زعزعة الأمن وتفجير الأوضاع وافتعال عملية إطلاء نار في بعض المناطق رجاء اللبنانية وكل ذلك بهدف المساوى على السلاح المقاومة ولكنهم لا ولن ينجحوا أبدا وهذه المؤامرة تبقى بالفشل يعني الأجهزة الأمنية بتشوف هذول المسوسين يلي بالشارع اللي حيعملوا فوضى من موضوع السلاح المقاومة هلأ في حل أكيد لسلاح المقاومة وعلى طاولة الحوار هلأ كيف وليه رجاء ما بعرف بس شايفي هذا المشهد أيوة شايفي هذا المشهد رئيس حكومة لبنان في ذمة الله سابقا في ذمة الله رئيس حكومة لبنان لبناني سابقا في ذمة الله بعد أن بعض التوقعات الدولية يعطيك أليح عافية ليلة عبداللطيف سيدة الأنهام وسيدة التوقعات عنا توقعات دولية قبل ما نختم حلقتنا لليوم جيوش بعض دول العالم أراها تستدعي جرود الاحتياط وتستدعي وتتأهب خاصة في بعض دول أوروبية ومنها فرنسا وألمانيا وبولندا سيبيريا بتكون حديث الناس عفوا والإعلام بسبب انتشار وباء قاتل على أراضيها ويهدد عدد دول مجاورة مثل الصين ومنغوليا وكازاخستان هذه ولا ممكن أعرف وكازاخستان أعسار ضخم والصنامي خطير يضرب الساحل الهندي ويؤدي إلى تشريد مئات الألاف من الناس مع أدراج جسيمة وفادحة مخلوقات غريبة عجيبة وغير معروفة من قبل ستهدد الأرض وتغزو بعض الدول في العالم وأكثر الدول أراها تستنجد في طلب المساعدات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة التكنولوجيا ستكون تحت التهديد والخطر خلال المرحلة القادمة وأنظار العالم تتجه إلى مواقع الأمازون لحدث مؤسف والحرب القادمة ستضع هذه التكنولوجيا أمام التحدي الكبير والخطر الشديد سيتم إغلاق أحدى المصحات المعروفة بالعالم بسبب حدث مؤسف ومأساوي يطال أرجاء هذه المصحة وفيها كبار السن مما سيؤدي إلى ظهور فضيحة كبيرة والعلان نراها وسنسمع عنها في وسائل إعلام عالمية وعلى مواقع التواصل بشكل واسع وكبير تتعرض تايوان إلى حصول زلزال عنيف يضرب مدينة تايوان ويؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية وخاصة طيران مع حدوث فيضانات تشبه الطوافان ومشاهد مؤسفة لعدد كبير من الضحايا والمشردين على أطراف مدينة تايوان السومال سيكون مهددا خلال المرحلة القادمة بحصول كارثة إنسانية تهز دمائر العالم ومشاهد الضحايا سيكون بالألف السحابة من الدخان الأسود تلف سما معظم الكرة الأرضية وسيكون العالم أمام حالة ذهول وهلع وهستيريا عارمة والسلاح النووي قد يشكل هذا الحدث أرى أن بوادر اقتراب حصول ثورة أوروبية عارمة أصبحت آتية لمحالة ومنشهد موجة احتجاجات شعبية واسعة والفوضى والشغب يعمل معظم شوارع أوروبا وسنرى مصانع أوروبية كبيرة ومشهورة مهددة بالإكفار الرجا أو الإفلاس وطوابير الجوع والسريكات تطرق أبواب أوروبا وأمريكا كارثة طبيعية بتضرب اليونين وأبرس والتركية ومنراها على وسائل الإعلام بشكل لافت وتسبب خسائر فاتحة ولبنان سوف يتأثر بهذه الكارثة ولكن بشكل غير مصبوك أكثر من دولة أسيوبية ستكون أمام تهديد مواسم الجفاف وذلك ما بين 23 وال24 وتشرد الألف نيزك يهدد الأرض والمكان والزمان يشكلان أكبر مفاجآت والله هو الحامي الاحتباس الحراري بشكل خطر الأكبر على الأرض والكارثة أتي لمحالة قصة حياة وعمل رجل المخابرات المصري رأفة الهجان أراها تتكرر على الواقع مرة ثانية وتظهر إلى العلن مع شخصية أخرى والمفاجأة ستكون في إزم هذه الشخصية الجديدة ومن ستكون ومع الكشف هذه الشخصية البطلة وأسرارها وعمالها سنرى الإعلام ومواقع التواصل تشتعل بأخبار هذه الشخصية التاريخية الجديدة التي ستمثل رأفة الهجان سيشهد لوسط الفني اعتزال شخصية فنية معروفة جدا بعد انكشاف فضيحة كبيرة تطال هذه الشخصية الفنية وتصدم وتهدر وسط الفني وبتلعب مواقع التواصل اجتماعي دور كبير في الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة القادمة بـ 23 وسنرى شخصيتين بالـ 2023 وربما أكثر اعتزالهم عن الفن وبعضهم عن الفن شخصيات معروفة فنية نعم أرى حصول انتكاع شامل لشبكات الانترنت عن معظم دول العالم والأسباب تشكل مفاجأة كبيرة ولذلك أرى أن شبكات الانترنت بالعالم بتواجه خطر الانهيار خلال السنوات القادمة أو المراحل القادمة والله أعلم سنسمع عن سقوط وانهيار منظمات أو بعض المنظمات والمؤسسات الصحية في العالم مما سيؤدي إلى سقوط رؤوس بارزة وكبيرة كانت على رأة هذه المنظمات والفضائح كثيرة وخطيرة وتسبب صدمة عرمة أمام الرأي العام والإعلام المعاناة البشرية من أمراض السرطان أراها تتخلص من هذه المعاناة والأوجاع بإذن الله وذلك عن طريق دواء فاعل بات على وشك الظهور والتداول في الأسواق العالمية يصل إلى معاجلة أصحاب هذه المعاناة من هذا المرض الخبيط وذلك خلال المرحلة القادمة يعني منشوفها إن شاء الله تكونها سنة 23 مش بعد ومنقول يلي معه دولار يشتري عكارات أو ذهب بالعالم كله اشتروا عكارات أو ذهب بيعدوا لمائة السنين هاي نصيحة نصيحة 23 ومنشوف الدهب والفضة والدهب النفط والغاز والدهب بأسعار جنونية خلال السنوات القادمة حتى لو نزل شوي الدهب هو حيكون سيد الموت كارثة بالطال أحد الغوازات بالبحر وتصير القلق في عدة دول وكارثة طبيعية بتضرب وتهزة تشلي وأعداد الضحايا بالألاف اكتشاف رموز تاريخية غنية بتظهر بالسعودية وبتشكل حدث بارز سفرات الانزار بتهز أجواء وسماء بعض دول أوروبا وتنزل باتراب الخطر الانزار والإعلام على الأجواء الإيرانية الإسرائيلية ولحدث مقلق يدعو إلى القلق والحذر تجربة صاروخية مقلقة وخطيرة سنراها قد تشكل خطر يكاد يكون أقوى من انفجار نووي الإرهاب سيطال بعد رجال الدين في أوروبا وفي بريطانيا ويؤدي إلى مواجهات عنيفة وشرسة خلال الفترة القادمة وللأسف الشديد أرى شخصية دينية من الطائفة الشعية الكريمة في ذمة الله سيتم اكتشاف مقبرة جماعية في أحد الدول العربية مما سيكشف عن ارتكاب مجرى كبيرة بحق أفراد وعائلات أبرياء في هذه الجريمة المؤسفة ومع انتشار أخبار ومشاهد هذه المزبحة وهذه المقبرة الجماعية سنكون أمام حالات غضب ودجة وخدة شعبية وإعلامية غير مسبوعة وكشف الحقائق سيسبب صدمة عارمة في أرجاء هذه الدولة العربية ممكن أجنبية يعني ما دروري عربية ممكن هي عربية أجنبية استراليا ستواجه موجة غضب كبيرة من جراء كارثة طبيعية آتية وتؤدي إلى قطع الكهرباء والإنترنت عن أكثر مناطق استراليا قصر الرئيس التركي رجب طيب أردغان أراه محط الأنظار وأرى وسائل الإعلان موجهة بكسافة وتنقل هذا الحدث المهم ممكن يكون حدث حلو وممكن يكون حدث مرساوي طبعا حلقة كبيرة وحلقة كتير طويلة حلقة ليلة ما نستحادة من توقعاتها لعام 2023 يعطيك ألف عارفة ليلة عبداللطيف الله يعافيك رجاء وأنا بقول إن شاء الله الطوقعات المنيحة تصبت وإبلاني تمرق السنة والطوقعات اللي منا منيحة ما تصبت هذا رفسيتك حلو طيب شكرا لكل اللي تتابعونا أكيد حلقات جديدة من وعدكم فيها قريما إلى اللقاء شكرا للمشاهدة